السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله وكان طلب من المستمعين وكان طلب منك الشي الحاجة تدعو معي بشي فا حيتاش مسكن كي بالقلانسولين رك عارف دي بالدرار يا الله عند ربعتاشر عام رك عارف سلمراها قاو اه الله الله طبلا معه واحد صعوبة كبيرة ززاف والسؤال ديالي ايه واش يمكن الوليدة ديالي تخرج علي حيتاش هو دفا كيف ما كتعرف ووكي بالقلانسولين ما يمكنش له يصوم لا ابدا ايا ايا الشي حال خصو تخرج علي واخل المجد بإم الله واخدر شكرا لزاف عفظ المزيد يا مع اخو يا ربي تشافه يا ربي الله يخبرك في حياتك الله يحفظك للمجدع كنشكوك للا الله يصبركم الله يصبركم لا اله الا الله اعمين شكرا لزاف فيعلان اشد ما رأيت من الامراض هما الاطفال الصغار كيتصابوا بيداء السكري كتلقى اطفال صغار عندهم 6 سنوات 10 سنوات وكين بعد مرات بقين ردع كيتصابوا بيداء السكري والعياد بالله لأسباب ربما يصعب تحليلها طبيا يعني كل عوامل الليبراثية كين العوامل الحمل دي الام اثناء الحمل كانت وقع لها شي ضغوطات كثيرة وكين اشياء غير مفهومة انها من قدر الله لما لا نفهم الشي نقول انه من قدر الله وكل شيء ومن قدر الله فهذا امر الله تعالى علينا ان نصبر وعلينا ان نحتسب وكل شيء عنده بمقدر على قدر البلاء على قدر الجزاء كنبغي نوسي جميع الامهات والاباء لعندهم اطفال صغار مصابين بيداء السكري وكي يعانيهم معانات شديدة وكي اللي عندهم معانات اكتر من السكري كي اللي عندهم سرطانات وكي اللي عندهم الله يسترنوا يستركم امراض دي التقب في القلب وكي اللي عندهم امراض دي المفاصل وكين وكين اشياء غريبة واعاقة دهنية وحركية وغيرها نسأل الله السلام والعافية حينما نتعرض لشيء من هذا نقول انه من قدر الله وربنا سبحانه وتعالى قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون هو سبحانه وتعالى يقصد ذلك جل جلاله لكي يختبرنا ولكي يقدر مقدار صبرنا وطوبى لكل من صبر من صبر فان الله تعالى يوتيه اجره بغير حساب حتى انه يوم القيامة لما يجتمع الناس عند الله تعالى غيقولك تسمى يوم تغاب سمى الله يوم تغاب يعني الشعور بالغبينا وعندنا في القرآن العظيم سورة اسمها سورة التغاب ما معناها الناس غيشعروا بوحد نوع من الغبينا غيقول يا لي تاني كنت كذا وكذا من غد يغيروا غد يغيروا الناس من الصابرين غد يغيروا من كل واحد كان تعرض البلاء إما لأمراض وأسقام وإما لفقر وإما لظلم وإما ولإما ولم ينصف في الدنيا لم ينصف في الدنيا لكنه صبر واحتسب في الآخرة يقول لله تعالى تعالى إلينا نعوضك على مفاتك فيعوضه الله تعالى تعوض عظيم جليل والتعوض الإلهي غيرا يكون خالد لأن البلاء يكون مؤقت كي مرض الإنسان عام عامين عشر سنوات إلى طول العمر كل ستين سبعين عام لكن التعوض الإلهي يبقى خالدين فيها أبدا لا يبغون عن حول يعني طول العمر آلاف سنين ملايين سنين ملايير سنين ليس هناك بعدها فناء نعمة كبيرة أهل البلاء كي يبقى ربي عز وجل يعطيهم في النعيم في النعيم في النعيم تكي قل يا ربنا أعيدنا إلى الدنيا من جديد وابتلينا من جديد بهذه الأمراض وهذه الأسقام لما رأينا من الكرمات في الآخرة يقول ربي صبرتم وجزيتكم وأهل السلامة يقول يا ربي ليتك ليتك أيضا أعطيتنا شيئا من هذا القبيل جعلتنا من الصابرين لكي نحظى بهذه الكرمات يقول الله تعالى لا أنتم لو كنت آنس بأن فيكم صبرا لا أعطيتكم لكن لم أعلم أنه لم يكن فيكم صبر لو أصمتم بشيء من ذلك لا ضجرتم ولا رفضتم ولا وفعلتم ولكن أعطيتكم على قدر إيمانكم فربنا سبحانه وتعالى هو يقسم الأرزاق وله سبحانه وتل الأسرار ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والتمرات وبشر الصابرين بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون كرامة عظيمة الله يصلي عليك أيها المبتلى الله سماك أنت المهتدي الهداية الصحيحة لأنك رغم بلائك لازلت متشبتا بالعروة الوثقة لازلت مع ربك بالخشوع وباليقين فهنيئا لكل أصابر ولكل محتسب للا مجدا الله يشافي الأخ ديالك هالطفل الصغير اليافع الله يشافيه ويعافيه الله يدويه ره ممكن في أي لحظة ربنا عز وجل يزيل عنه ما يشعر به من تعب الله تعالى يشفي في المنام والناس نائمين قد تنزل الرحمات والبركات بالدعوات انكتروا من الدعوات وانكتروا من الصدقات راش حمله واحدة عنده السكري وعنده ضغط الدم وعنده أمراض غريبة جدا سرطانات وغيرها وتم الشفاء منها كاملا 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 بماذا بالكترة من الدعاء والصدقات أي نعم كنتستعمل الأدوية كنتبع العلاجات الفحصات ولكن لا ننسى الصدقات ولا ننسى الأدعية لأن الله تعالى يشفي ويعافي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويرزق من يشاء بغير حساب للا مجدا جوابا على سؤالك الفقهي هذا اليافع لا يصوم طبعا إذا كان مريض لأن المريض لا يصوم كل من كان عنده مرض شديد ربنا أعفاه من الصيام الصيام يكون للأصحة صوم وتصحه أما من كان عنده مرض شديد والطبيب قال له لا ينبغي أن تصوم لا ينبغي أن يصوم ولا ينبغي أن يأخذ بعزيمته لأنه قد يستطيع الصيام لكن عنده مضاعفات ركي عنده السكار يكي يعود يصوم ركي تصاب عنده الكيلة يتصاب في الكلاوي يتصاب في العين فلهذا نأخذ بنصيحة الطبيب قال لك طبيب صوم أتصوم قال لك طبيب لا تصوم لا ينبغي لك أن تصوم لأن ربي عز وجل هو رفع عنك التكليف وايضا اعطاك الله تعالى اشنا هو البديل هو الفدية الفدية اللي عنده السكاري ما عندهش القضاء القضاء هو تات صح عد صوم اللي عنده السكاري خصو يدير الفدية الان الفدية طبعا تخرجها عنه امه لان الطفل الان صار مكلفا قبل ما يبلغ لم يكن مكلف رفع القلم عن ثلاث منهم عن الصبي حتى يحتلم ما دام الصبي ولم يحتلم لا حكم عليه ولكن اذا بلغ الحلم وصار يحتلم انا دكسر مكلفا ومن تم واجب عليه الحكم الشرعي هنا الام ديالو او الاب ديالو ولي امره يخرج عنه يعني اطعام مسكين في كل يوم اطعام مسكين في كل يوم الطريقة السهلة في الاطعام لقلناها دائما وهي ان الانسان يخدم قفة رمضان قفة رمضان يعني قيمتها حوالي اربعمائة لخمسمائة درهم الشهر كله الشهر كله ما نعطيش نقدا لان الحديث النبوي والآية القرآنية تكلموا على الاطعام كلك يبغي يعطي نقدا بعض العلماء اجازها نقدا ما فيها بس ولكن الافضل ان تكون اطعاما والطريقة السهلة هي انك ترطين المواد الغدائية قبل طبخها انك ترطين المواد الغدائية قبل طبخها انك ترطيني عن ملهري وتقول لي اعطيني واحد اربعمائة لخمسمائة درهم خلط لي المواد الغدائية الضرورية من شاي وسكر وقهوة وارز وفول وعدس وطماطم وزبادي غيرها المواد الغدائية الضرورية اللي كيبغيوها الناس في حدود اربعمائة لخمسمائة درهم ومن زاد زاده الله من فضله وكجمع ديك القفة رها كتأدي لك شهر شهر كله أدته لك وكيكون ديك ساعة الإنسان كيفطر هو مرتاح يخرج في اللوه الرمضان يخرج في وزاة رمضان وكلما أخرجناها في الأول كان أفضل سارع في الخيرات وكلما مزيدنا عن القدر المطلوب كان خيرا لأن ربي عز وجل دائما يحب الكرم من عباده فأسأل الله تعالى أن يشافي هذا الأخ ويشافي مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين اللهم أمين اللهم أمين يا أكرم الأكرمين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة